بسم الله الرحيم آآ النهاردة هنبدأ آآ آآ تاني توق معنا تلسلة آآ 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 معها رائعة آآ مش هارك مش تلاقي الحقيقة مقدمة مناسبة اقولها عن آآ مهندس عمر سليم هو احد آآ آآ بيساعد قوي احد اسشاطر قوي في مجال الهم هو من اسائل ذاتي ألفين وكان ثمان ثانين وجدت منه العملية وهذا مشخص على مستوى الشخصي على المستوى الشخصي عن مستوى العلمي شكراً لشارك علمي بطريقة مشتبعية لو كلكم تعرفوا بيما ريبيا هو مؤسس بيما ريبيا تعرف قناة بيما ريبيا على يوتيوب اي حد بعدة بالريبيت او بعدة بالمكة بالفني اكيد عدى على بيما ريبيا لي مئات الفيديوهات ما شاء الله والبيما عمتن ونشر ثقافة البيما عمتن يعني هو من الناس من اللي بدأ وينشوره ثقافة البيما في الوطن العربي من البداية حد شطر جداً وتالنت جداً ويشارك العلم بلا قيد بصراح يعني حد انا شخصياً باتفاجئ بيه ربنا يجعله في ميزان حسناته وشرفه بطنا يا مونس عمر بسعداء والله معنا وشرفه هنا وحاجة كبيرة قوي ان انت تكون معنا اليوم الله يترمى بستاذنا انا متشارب بوجودي وبسط حرايبنا وحاجة كبستاذ ما الله يترمى بستاذنا الله يترمى بستاذنا يعني هارمون ان شاء الله الله يبراك الناب طيب واقص الاول هتجين ان انت اعرفنا نبزة صغير بنفسك وان شاء الله نتكمل بقنات ندخل عطول في المجالات في الجنة انا اسم عمر سليم شغل في مجال الفين دولت تقريبا من 2005-2006 فالموضوع قوي جدا وده ان شاء الله هيكون عليها التركيز النهاردة انا حاليا نعيش في قطر شغلت في بعض المشاريع الكبيرة في السعودية في مصر في الإمارات وان شاء الله يعني احاول اجاوب على الاسئلة بإذن الله عساسي نلفت الانتباه لامنية البيم وامنية العمل فرد ان شاء الله اهلا بيك يا انداء صورنا الله يكرا انت فعلا من اول الناس اللي تكلموا في الحيطة دي اصلا عندنا في مصر وفي الوطن عرب يعني ثقافة البيم ان انت كنت تشروح لنا في 2012 وما كانش حد يعرف به الله يكرا فما بالك يعني من 2005 كمان يعني كان ايه بقى الله يكرا اهلا بيك يا انداء اهلا يعني مثلا كده ايه ايه اللي هو البيم ايه اللي هو البيم البيم التى مصطلح يعني ويعمل ايه بقى؟ اي تبصص يصدر قدر هو لما تيجي تبص على الصناعات عموما صناعات مثلا الموبايلات وصناعة سائرات بتلاقي كتا تصور رهيب جدا يعني لو بصيت على صناعة الموبايلات من خمسون سنة بشتلاقي حاجة مش التلاقي حاجة تقدش فين كتا تلاقي تبلخونات اه التليفونات اللي كانت موجودة بخمسين سنة نقدر نحطها في المتحف. يعني في بعض المتاحب لما تزورها زي مضحف القطر القومي تلاقي التليفون. وانا خطيبنا بكده وريته للحاجات ديت. فهو كان بيعد يضحك لما اقول له ان ده تليفون. فخلال عشر سنين تتطور. لما تجي مبص على اثنانات تيارات مثل ثلاثة سنة اختلفت تماما. والسراء اللي بتفض مسلاً لشي تتعمل شهرة. بالوقت ممكن تتعمل في أقل من يوم. ففي تطور كبير جداً. نجد لصناعة الانشئات وصناعة البناء وهي من اكبر صناعة على مسؤول العالم. وفيها ثلوت كتيرة جداً. وتكلفتها عالية. وطلوتها عالية. وعدد الناس اللي شغلين فيها كبير جداً. بشان لها تطور خالصا. هنلاقي تطور الوحيد اللي حصل. وعمل قفرة كبيرة جداً. وخلى فيه تكنولوجيا كتير تدخل فيها هي تكنولوجيا البيم. وهي باختصار ان انا بعمل ن نموذج كامل للمبنى على قلبكم الكمبيوتر. بحيث كأن انا بنيت المبنى دوت واستفدت كل المعلومات وبنيت تاني. يعني لو قولنا مثلاً الهرم الأكبر عشان يتبني وده مشروع قاوم كبير جداً. ولو حصل فيه اي مشكلة ممكن المهندس اللي عمل المشكلة دوت يعني ما نشوفوش تاني ويروحوا على الشمس. فيقول لك لأ لازم نعمل منه. طيب مفيش كمبيوتر نعمل موديل. طيب هنعمل هرم بنص الحجم او بتلت الحجم. فحتى لو رحت الاهرامات هتلاقي فيه اه صغيرك هتتمعمولك كالتجارب. حسنو ما يعملوا له الهرم الضخم دوت. تكلفة انشاء النمازج الصغيرة اللي هي عملت للهرم وتكلفة ان انت تعمل مثلاً نموذج لسد. ممكن دي بها تكلفته اكبر من تكلفة الهرم واكبر من تكلفت السد. يعني السد مسلاً انت عايز تعمل تضربة ان انت هاشوف الماء هتやってعملت دي. فلازم تعمل تفريع الاول وتحاول تعمل تكليفته فعلا انك تعمل تفريع وتعمل السد ده ممكن تكون تكليفة اكبر من السد بس انا دي بتعمل لان ده مشروع ممكن يماغت الدولة كلها. مفوش احتمال تسمح بالنسبة خطارة حتى لو واحد تتنقل. فالبنبغة قدامها ان احنا نعمل موضوع ده كله على الكمبيوتر. فما بيتكلفنش حاجة فالصة. يعني كان فيه برجة بسلا بيتعمل في المراض. عشان باقي يعملوا سيموليشن. واكيدوا ان هو هيستحمل الجروب واستحمل الامواج. اللي هو برج العرب. عملوا سيموليشن بقرب مليون دولار. ان هو بيبدأ يعمل غرفة معينة ويعمل نموذج للمبنى ويبقى نفس الخامات. ويعمل شوف الامواج هتبعاملها ازاي. عشان يتأكد ان هو باش بعد ما يتعمل الامواج هتكسر الازلز اللي موجود تحت. هيستحمل او لا يستحمل. فأصبح الموضوع ده كله يتم على الكمبيوتر بدون اي تكلفة خالص. وبنسبة خطأ تقريبا ما فيش. لانت بكل مرة بتاعمل انت تكسر معلت بيستفاد بالتضارب اللي قبل كده وبتعمل سيموليشن. اصبح عندي نموذج قبل ما ابدأ في الشغل بيبقى عند كل معلومات الكلاشات موجودة تين. احتمال الخطأ تين. قبل ما ببعث اللوحة للموقع ببقى عارف فيلم بشكل وحلتها. فبيستلم لوحة ما فيش مشاكل. وده ساعة كم بيجي لنا يعني استغراب من الرجل نفسه اللي هو المهندسين اللي موجود في الموقع. احنا كل مرة بيبقى في عندنا الكلاشات. بتكلف ممكن مثلاً عشرين في المية من تكلفة المشروع. هدر. هدر عبارة ان هو مثلاً بعد ما عملت حاجة اضطر ان هو يكسرها ان هو اضطر ان هو يعملها تاني. بعد ما عمل مثلاً الاعمدة والقاميرات اكتشف ان في حاجة هتمشي هنا. ولازم يكسر فيها ويعمل 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 حاجات دي كلها. تمام? فدي عملت مشكلة كبيرة جدا. وبعدين موضوع. ستنة. ستنة. وبعدين موضوع الحصر بتاع الحاجة. انا ما عرفش تكلفة المشروع دي. فانا لازم اعرف تكلفة المشروع عبارة ما ابدأ شفت. وهبدأ اعرف. يعني تكلفة المشروع نفسها ساعة واحدة يقول لك اعمل له دي البن. مش عايز منه غير ان انا عرف تكلفة المشروع تبقى دي. ان هو عايز يدخل مثلاً على على المشروع يعرف اطلب كام? هيطلب مثلاً مليون اطلب اتين مليون. يخاف يطلب حاجة اكبر. ما جيش المشروع يخاف يطلب حاجة اقل ان هو يخصف المشروع. فكل الحاجات دي بنعملها من خلال البن. موضوع الاستدامة. موضوع الاستدامة من الحياة المهمة جداً. وعشان تعمل الموضل مضبوط وعشان تتطلع رقم مضبوط وكانت مضبوطة. لازم ثانية. دع واحدة ان شاء الله. اناسف اناسف اناسف. فهو فكرة البيم اصلاً عملت ناقلة كبيرة جداً بدل ما احنا كنا بستخدم الطرق التقليدية في الوفكاد. وبرنامج الوفكاد برنامج رائع بس هو مش متخصص. يعني لو قلت له عايز ارسم هدوم في ممكن ترسم عليه هدوم. ترسم مثلاً الوردة شجرة. وفي الناس كتيراً متخصصة في الحاجات دي يعني هي شغلها كده. هو بيضع نعمل موضوع دوت. موضوع البريف فابريكيشن. انا كنت بدي كورس الشركة هنا في قطر. المتخصص في التكييف ومتخصص في الامي بي. فهو كان عنده مشكلة رويبة جداً ان هو كان بيبعت للمصنع يقول له اقطع لي الصوج التكييف بمسات معينة. بعد ما اتقطع وتنزل الموقع يفجأه من مية في المية منهم غلط. بيضطر ان هو في قلب الموقع يبدأ يقطع تاني يبدأ مثلاً كان زمان اكتشف ان كي حتة اكبر فيطار او حتة اصغر فيطار له يرميها. وبقى فيها هادر كبير جداً. لما بدأنا شغالنا بتكنولية البيم وفيهم فترة البيم وبقى ياخد الموديل يدخله على برامج متحسصة. تروح ببعتها لسييني سي كل قطعة تبقى طولها هادئة بالظبط. وتتنفذ فعلاً فرق من عام جداً واكتشفوا ان الحاجة بتتركب مية في المية وما بيش اي هادر. في مثلاً المشروع موجود هنا في قطر اللي هو المتحف القومي اللي هو على شكل راملة الصحراء وكده. لما تجي تحديك تبص عليه الحاجات دي بصعبة جداً تتعمل في قلب الموقع لانه هو غير مجهز. كده لازم تعمل في المصنع. وما فيش قطعة زي التانية يعني فهي شافت حاجة واقول لا دي هتحت مكان دي. فلازم تتعمل بدقة رهيبة جداً. فعالشان كده هو تعمل ببرنامج من برانجل بيم باسمه تيكلا. وتعمل بدقة قوي غيتاً عشان ينفع ان هو يتركب مع بعض وان هو يظهر معنا بالشكل الانهائي الغريب ده. يعني كنا بشوف التصميم تعجان نوفر كنا بقول لا ده صعب ان هو يتنفذ. بس الاستخدام تكنولوجيا البيم وبرنامج تيكلا أصبح حقيقة وواقعة دلوقتي. ماشا الله. الله نور. سبرا على التاريخ الشام الدول. يعني أنا نفسي فوقيت حاجة كتير. آآ طيب ايه البرامج بقى? يعني احنا عرفنا المطلقة الفني. وليه مهم? خبتنا السؤالين في سؤال واحد. فايه البرامج بقى يعني الناس شوية خاصرت المعاركة بتاعتها على يعني لسه هنتعلم بس هو بقى وايه? يعني ايه البرامج اللي تندرج تحت سلسلة اولا اولا زي ما حدك قولت وفي كتب كتيرة بدأت تغيرت خليها ان انا عايز ادير معلومات المشروع. ادارة المعلومات المشروع باش مجرد ان انا بعمل موديل سلي دي. طيب عشان نبدأ يشغل بين مزوط لازم بفي عند حاجات خاصة بالتكنولوجيا اللي هي زي السوفت وير والهارد وير وحاجات تانية كتير. وحاجات تانية خاصة بيه الستاندرد اللي احنا نشغل عليه وكده. وحاجات خاصة بالبوليسي هنتفي هنتفي هنتشغل ازاي? وانا هتكلف في بعض النقط اللي حضرتك فيها اللي هي زي موضوع الادارة. تمام? لو احنا بش بنعرف ننصك بين بعض وبالتشارك المعلومة مع بعض البيم يبقى ينفع معنا. بلاش? يعني بلاش ينفع للبيم لو انت الفريق بتاعك بش متكامل وبيضرف في بعض. وانت في الشركات اللي انتشغل فيها لان مفيش مشتراك بتعاني اللي واحده لازم مشوعة بكاتذ الشركة. فلو الشركات ممتشاركش المعلومة مع بعض. ده يبقى بش ينفع معنا البيم. لا احسن لها انها كمل كده. لانه هو هيهدر كتير من وقته وجهده. وفي الاخر مشاهدة رفض فاتة البيم. البيم محتاج اللي هو من نظام اللي درها اللي هو الـ IPD. اللي احنا كلنا مسئولنا عمشور وكلنا بنتعاون وكلنا بنتشارك المعلومة. طيب. هو جزء من التكنولوشي. يعني هو جزء من اجزاء البيم وعيسة البيم. يعني كل هو جزء من التكنولوشي. والتكنولوشي جزء من البيم عشان نعمل البيم مزوط بالتاج التكنولوشي. وغزء من هذا البرامج توديسك. فقل هو الريفت. فالريفت لا يمكن يساوي البيم. البيم هو عبارة عن فلسفة وتكنولوشي. نوجد برنامج اسمه البيم. هو عبارة عن مثلا ايه فكر الإدارة. فكر الإدارة هم فكر ازايها. هم فكر بأسلوب الإدارة التقليدي اللي هم يعملين الي هو البيم بي ولا هم فكر بالليل ولا هم فكر بالأجايل ولا سيك سيجما. نبدأ ننفوق شوف هم فكر بيه. التولز اللي موجودة بالشفرة. فمن ضمن التولز الموجودة الريفت. من ضمن التولز الموجودة. يمكن شركات كتيرة تعمل شغل بينه وما تعملش شغل الريفت. طيب الريفت مشهور لها على اساس على سبب كتيرة منها قوة الدعاية اللي هو تدسك بتعملها. انما في برامج تانية اقوى ممكن تلاقي برامج كتيرة اقوى. بس الريفت عنده ميزة برضو ان المعمارة والإنشايا والكهروميكانيكال بشغل مع بعض. طيب. في برامج تانية اوه. هو حسب انت عايز ايميل بينه. يعني في برامج مثلا متخصصة في انها تعمل موضل 3D. زي مثلا ARCHICAD معماري في تيكلا إنشائي. في مثلا في برامج AECOSIM من برامج بردور كواسة في البيم. في برامج كتيرة جدا بتعمل الموضل 3D معماري وإنشايا وكهرومكاني. في برامج متخصصة في انها تضيف البعد الرجع. اللي هو بعد الزمن. اللي هو خاص بي. الخاص بي. خاص بي. إدارة المشاريع. كل الحاجات دي ممكن نعملها من خلال برامج زي النافس وركس زي مثلا في برامج ايه في سينكرو في برامج كتيرة جدا بتعمل نفس الموضوع بنفس الكوة. فاحنا عندنا برامج كتيرة جدا بتيف البرد الرابع. في برامج كتيرة تضيف البرد الخامس اللي هو تقدير التكلفة. ومنها مثلا نفس وركس قويس ايه في تقدير التكلفة. وممكن تصدر شغل بتاعك لبرامج بتاع تقدر التكلفة تقدر تأخذ المعلومات هناك برنامج سانية خاصة بالاستدامة لدينا برنامج متخصصة في موضوع السستينابيلتي مثل موضوع السستينابيلتي لدينا برنامج اسمه ديزاين بيلدر لدينا برنامج اسمه ساية 365 برنامج اسمه برنامج اسمه وفزائري لدينا مجموعة برامج حلوة وحتى لو بش من برامج البن فأصبح فيه ادوات او فيه طريقة ان هم يبعثوا لبعض المعلومات يعني زمان كان كل برنامج مساكل بذاته بالوقت عاملوا حاجه دي شركة موجودة في امريكا بيشتابعة لأي شركة هي متكونة من الشركات العملاقة اللي شغالة في المجال الـ AC كلهم بيتعاونوا مع بعض بحيث ان هم يدرد كلام مع بعض يعني اسمه المثال الريفت بيسايف RVT بيسايف NWD وNWC فيه برامج تانية بتسايف مثلا ALB ازاي تكلام مع بعض ازاي اخد شغل من هنا هنا فاتفهوا مع بعض ان احنا هنتكلم لغات مشتركة فيه ملف عادي تيكست صغير خالص في الحكم اسمه في جي بي اكس ام ال ده عبارة عن ايه 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 فيه كل المعلومات فيه عدد الغرف اللي موجودة فيه كل غرفة الانيرجي باعته فيه كل المعلومات اللي تمكن تحتاجه فانت بتاخد الملف ده تدي لأي برنامج من برامج ... فيه برامج خاصة بالف사لة فيه الفساذة الامنشة فيه برامج التخاصة فيه فاحنا اصبع عندنا طريقة لنقل المعلومات من برامج البيم لبرامج تاعت الفساذة الامنشة فيه برامج خاصة بالسيفتي لو احنا عايزين نتأكد ان راح ايه حد من العمال يعطي له مشاكل ففيه برامج متخصصة موضوع الالسيفتي يتعلق ايه مثلا كان فيه إنسان يمشي ولما تحصل له مشكلة أو يعرف إن الصور مفيش صور هنا فانت بدأ تركب الصور بس لازم يكون عند الموديل الأساسي في البيض زمان كنت تدغطر إننا أدخل كل برنامج من البرامج أرسي من الحاجة التالية فمثلا كان فيه أحد يعمل حاجة على برنامج برنامج جسمه ANSYS ده برنامج خاص في CPD انت عشان تعمل الموديل جواه بتاخد مثلا تقريبا مثلا أسبوع بعد كده بعد عملت الموديل بتقول له أعمل الرن للسيموليشن فالرن ده مثلا أنت أخدت جهد في نت تعمل الموديل أسبوع ونت تعمل الرن ده مثلا هي نوت ساعة مثلا وهو بقى جهد مع نفسه عملتها أربعة طيان فأنا لما ديت الموديل أنا أفرت له الوقت اللي هو الأسبوع اللي هو بيعمل في الموديل لما أنت تعمل الموديل كويس على البيم تقدر تدخله على برامج التحليل إنشائي تقدر تدخله على برامج تحليل الشمس الهوى كل حاجاتية فأصبح عندي الإمكانية أن أتعامل مع كل البرامج اللي موجودة في السوق حتى لوه مش من برامج البيم لأن بأصبح فيه لغات مشتركة زي الجي بيكسي من اللي والآيكسي لا نوع هي موانسو عمر عمتا موسوعة يعني علينا حاجة كتيرة غير اللي كنا بالإضافة اللي نحن كنا منسأل فيه يعني كل حاجة من دول نحتاجين ندور فيها أساسا ونعرف عنها أكتر أنا أول ما عارف كمان أنه داخل في مجال السيفتي لا لا فيه كتب في مجال السيفتي لأن الموضوع خطر وانت عندك الموديل فأنت ممكن ببرامج كتير جديد يعني عندك برنامج مثلا برنامج سينترو بقى فيه كذا السيناريو وفيه ان انت تحدد الحاجة دي فيها الرسك بتاعها قد ايه وفيه ان انت تعمل محاكال لطريقة تركيبة الحاجة بحيث تقرير اللي عمال هتتنفذ ازاي وفيه مثلا ان انت تشوف الكرين يمشي ازاي وتركب ازاي بدأ متحطه في مكان غلط طب هيتفك ازاي لما يتركيب فيه مشروع للمشاهصة مصر كان جام بالأسر الجمهوري بعد ما ركبوا الكرين بين الأبراج ما عرفوش فكوه يعني انه يتفك وينزل فأسط اه فيه بعض المشاكل هوا بيبدأ يديك سيناريو ليها يعني حركة ويبدأ يعمل ازاي فيلم الفيديو تشوف حاجة تتركب ازاي ويفاهم الناس المشاكل بتاعتها ازاي فهو في ماجهور سيفتي قوي جدا في حاجات كترة جدا اتفاكر اول ما اتعلمت مع حضرتك الريبت كنت فرحانا بي وعملت اول موديل ومشيت جوهها بقى اللي هو الوكسرول كنت ماشي داخل مبنى وعملت اشوف الكاميرا كانو حاجة مبهرة ساعتها هو دلوقتي باينبنا نعمل بكسرول بس من خلال النظرات بتاع تنفر شوريالتي انا ما انا كنت جيد بقى فيهم مدينة من حاجات اللي بتأسرع مشروع اللي هو كل شوية يعمل لك ريوورك ويقول لك لا غير دي غير لان انه مكشف متخيب فلما بدنا ننظاره ومشي فقبل ما نقدر مشروع هو كان له كومنتات لا كبر السلم صغر السلم يعني فبدأنا نعمل الحاجات دي قبل ما ننزل الموقع فدي فدنا كتير جدا بتفرق جدا دي قائمة دلوقتي عندما صحيح موجودة دلوقتي يعني النظارات اللي هي نظارات سامسون بيدي عاديها ولا بص هو فيه نظارات كتير جدا فيه يعني فيه بعض النظارات سعرها بيوصل مثلا عشرة منين تمام بتبقى قائمة على ايه انها حتة بلاستيك ونظارة ولازم تحط المقال بتاعها وفيه نظارات خاصة بمايكروسوفت هولين وفيه محاضرة عنها ان شاء الله القريب في المرابية ان هي اصلا فيها كل حاجة بشم حتى تحط لها مبايل وفيها بعض الضرارات تقرب وتبعد وتتفاعل مع الحاجات والحاجات دي كلها وفيها التكنولوجيا تانية ان انت بتلبس بشنظارة بقى بتلبس خوزة كاملة بحيس ان انت تشم ريحتك الحاجة لو فيه ريحة يعني انت تحس بالحاجة يعني وفيه حاجات بتبقى بدلة كاملة بس دي غالية بحيس تبقى ماشي في الطريق شافي هتمشي صح هتمشي غلط يعني من ضمن برضو المشاكل اللي بتحصل الى ناس كتيرا موضوع الميول بتاع مثلا زو قدرت خاصة اللي هو مثلا عايز ينزل بدل السلم لازم بفيه محكاية للموضوع دوت حيس ان احنت اكد هل زوية دي فحة ولا غلط فموضوع المحكاية ده بيوفر عنه تبتل جدا وهدر بيحصل بعد ومشايفة تبتش في المشاكل فهو بيعمل لنا زي محكاية ونبدأ نشوف المشاكل اللي بتحصل زي اللي عبتها كان دي لايف لو حضرك اللي عبتها ان انت بتخيل نفسك في القصة ديت وهو اي نفس الفكرة يعني ما وقفت العلعاب من زمان حياء بس بس اه فايتني كتير يعني التكنولوجيا كل يوم بتتضاعف مش بتزيد بقى زي اولا كده فمجال واسع جدا ما شاء الله طيب حضرك قلت ان هي منهجية مش بس مش بس ثقافة برامج فمنهجية دي يعني تهدف لايه تهدف ان انا اقدر ابقى المشروع متوقع من قبل تنفيذه يعني دي حاجة بتهمينا جدا في مجال وتخطيط مشروعات انك دي مشروعات الشرطة اللي بمشي اللي بتتفاجئ لو طول الوقت ايه ده ازاي وايه ده لو طول الوقت عم نخفض على راسه وبيتفاجئ ده وقت مش بدون مشروع فهي بتساعد دي كمعا يعني حيثة انك تبقى المشروع متوقع انتك دي المنهجية بتنتب لكده صح او بتهدف لكده المنهجية بقى يعني عايزين نوصل لايه او نخلص لايه من استخدام البيم عمتا كثقافة بقى طيب هو فكرة البيم ان هو بيخليني متوقع المشاكل اللي هتحصل فابابا عارف كأن انا مسلا كنت شغال في المشروع وخلصت المشروع دوت وروحت قالوا لي ايه احنا عايزين نفس المبنى اللي انت بنيت ده تبنيه تاني فانا من قبل مبدأ البيم عارف كل المشاكل اللي موجودة فيه وعارف تكلفته وعارف خبريتي بها المشروع عم مدير اخر انهو خبرة بتاحته واشتغل في المشروع لازي كده ولا قه وزي edge يقولك ايه انا عايز يجب القرب المشروع يكون الشتغل في مبنى بتاع استاذот لازم يكون شغل في مبنى السادة او في مبنى مستشفى بحيث ان هو يكون عارف المشاكل اللي كانت موجودة فيه الحاجة دي فهو فجرة البن ان انا بعمل نفس المشروع اللي هيتعمل في الواقع وبعرف كل المشاكل بس ما بتكلفنش حلها حاجة ببقى سابق الحاجة بشوية بشوية فيه برضو نقطين النقطة الاولى ان المعماري والانشايا الكهروميكانيكا اللي ممكن كل واحد فيه معامل موديل بتاعه والباقي بش قادر يتخيله بمعنى ايه لو المعماري عمل اتنين فلور فوق بعض فالانشايا بش قادر يتخيلها يعني عمال يقرى اللوحة في التو دي بش قادر يفهم انه مطلوب والمي بي كذلك في اخر المشروع يكتشف ان هو ما كانش فيه سقف واحد لا بكان فيه سقفين وبينهم مثلا خمس سنتي وده حصلت في مشاريع وفوقوا في اخر المشروع ما بينفذوا ايه ده ده كان يوصل كده ده نحن نكوناش فهمين الفكرة تمام فدي من ضمن الحاجات ان هو ما تخيلش حاجة غير لما المشروع خلص فيه ممكن مثلا او يعني اتعاب بتحسن ان هو انا مش فاهم الفكر بتاع الربل دوت فيه حاجة استثنائية مثلا حصلت فانا محتاج ان انا كون فاهم المشروع ازاي ومتخيله النقطة الثانية قالوا هو اه برنامج البرامج 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 محترم جدا موحس يدري الله فيه على انه عرصنا اه اللوحة بتاحته يعني هيتفهمها الوامنس البلانر انهما لما تيجي تشارك المعلومة مع بيت المهانسين محتاج ان انت طاعتش حاله ومحتاج ان هو مش قادر يتخيلها ولو فيه اسبوعين تلاتة مفهمش شغل مش يدري تقايفها ولو فيه ايام شغل في نفس الوقت وفي نفس المكان مش يدري اخب بالهم الغلط دية انما لما بتشوفها بقى تربطها بالموديل ويبدا شوفها 3D ويبدا شوفها 4D ويبدأ الحاجة تتكون قدام ويبدأ يتخيل شكل حاجة تعمل ازاي يعني على سبيل المسلم يكون عنده مثلا غرفة بتاعت البامبروم وبعد كده عايز اركب البامب فبعد ما بانيت الغرفة وعملت الباب البامب يجدد رسره من الباب الباب صغير والبامب قد قد خمس مرات فهتطر الكسر حيطة فانعملت ري وورك تمام وده من ضمن الحاجات اللي تتعرض مع مبادئ اللين فلا محتاج ان انا ادخل البامب الاول وبعد كده من الحاجة ابدأ اشوف السيناريوهات اللي بوجودة فدي من ضمن الافكار ان اصبح المعلومة بتاعة الشغل بتاع الزمن والايه اللي هيبقى بلي ايه بقى مفهوم لبقية الاقسام فيقدروا يناقشوا ويقدروا يقولوا فلا انا محتاج دي قبل دي محتاج ان انا خلص دا الاول وهكذا طب هو ليه بقى يعني ليه بقى يعني ثقافة بم ومشية بالبطئة عندنا ليه التبني بتاعها وطيئة سأتتكلم من ناحية الشركات ثم من ناحية بقى TheNAS مفسار ليه يشتغل البامب طيب هي من ناحية الشركات الشركات تقول لك ان احنا بقى انا كتير شغالين بالوثقات مثلا 20 سنة فان احنا نتبني اي تكنولوجيا جديدة بيحصل غلا بعد انا ممكن شركة تيجي تتبنى البامب بسطوب خاطب بسطوب خاطب بمعنى ايه اتسباك من موضوع البامب خلينا نتبني اي تكنولوجيا جديدة اي تكنولوجيا جديدة لازم عشان نتبنيها ما حواش الشركة بين يوم وليلة للتكنولوجيا دي. مفروضة تخلي مسلا تلتة اربعة يبدأوا يشغل عليها ويديني ريبورت هل الحاجة تصحة ولا غلط. احنا مسلا لما جاننا نطبق البن في احد شركات في مصر. اه وكان معنا مشروع كبير جدا معبارة عن سجون. بس سجون فايف ستار. حاجة طهما جدا يعني. كله غرفة تكييف. لحقيقة مش زارة. في جاكوزي وفي حمام سباحة وفي كل حاجة ممتازة يعني. اه وعيس وسط عشان تدخل السجن دوت. هناخد بقى هنبنيها كله بيمة. قالت اه كله هتبني بيمة. بس في المرحلة الاولى هتاخدوا غرفة واحدة. ومعان حمام صغير ومطبخ. ليه حمام صغير على اساس ان انت تتجرب موضوع البلاومنج. ما تتفاجهش ان انت اشتغلت معمارة وانشائي وتكييف والبلاومنج هو اعمال منك. لأ اخد الغرفة الصغيرة دي واخد وقتك فيها. مش هتغط عليه. لو فهم اللي نقطة اخش جبها. لو مش عارف تطبع خش جبها. بس انا عايزة اكتبدا من اول خط لحد ما تقدر تطبع وتقدر تعمل اكسورة اللي الكات بدون مشكلة. تطبع انا عايزة اشوف اللوحة اللي تطلع من الربت تان با كانت في انه اتناشر. تطلع تبكال للوحة تاعت الكات ما حدش يعرف الفرق بينهم. ولما علم عن لير تبقى لير مزبوطة. وكل شوية بقى ايه? اول ما اطلعنا شغل لأ علينا نزبط دي نزبط دي لحد ما قدر لنوصف. ان احنا نطلع شغلة مزبوط. طب خدوا بقى مبنى كبير. خدنا مبنى كبير. كنا الاول احنا عندنا كان في شركة تقريبا اتناشر واحد مسلا في كل قسم. طب هناخد للبيم من كل قسم واحد. بعد ما عملنا المشروع. طب خليها اتنين. طب خليها تلاتة. طب خليها اربعة خمسة. لحد ما شركة كلها بنفس السنة باتشغالة بسلوب البيم وبسلوب الريفك وبدأنا خلاص اعتمدنا الموضوع. طيب عشان الشركات تتبنى البيم هو بيخاف ان اخدوا مخاطر. اقول لك طب انا محتاج ايه? محتاج ان انا اشتري اجهزة ومشتري برامج واشتري. وانا ممكن ادفع فلوس كتير جدا تكلفة التحويل. وفي الاخر اصلا انا امشي واحد تاني هو الاستفاد من المزار بتاعته. يعني البلاش. يعني بتكبرناها. التحويل للبيم ليه ثلاث طرق. الطريق قوي ان الشركة هي اللي تكبر. الدولة. الدولة تقول لك اجباري ان انت تطبق بيم. وده تعمل في دول كثيرة جدا. بريطانيا من الالفين ستواشر. كوريا الجنوية في سنطورة. الدول كومن ويلس في كندا. دول كثيرة جدا قدت لك اجباري ان انت تعمل البيم. وامريكا في المشاريع الحكومية اجباري. لو انت عايزت تاخد المشروع لازن تطبق البيم. لان البيم بيقلل هاتر الموارد. ونحن عايزين نحافظ على الموارد. الاسلوب الثاني من تحت. يعني سبلاير بيجيب لك شغل بيم. وده ضعيف. اقوى حاجة ان الدولة هي اللي تفرد. الثاني حاجة سبلاير. وده ضعيف. الحاجة الثانية الشركات بتغير من بعض. الشركات اللي زي بعض. يعني تلاقي مثلا شركة مثلا. وراسكم تبنى البيم. ففيه شركات الحوالية اللي بنفس الحاج. ده فيه شكلها تكنولوجيا كبيرة. عايزين يتبنى التكنولوجيا دي. ويبدأوا يسألوا ويشوفو. ويتبنوا التكنولوجيا دي. بس هي فكرة كلها اننا لازم يمشي على الخطوات. انا فيه كتاب عامله ومتخصص في موضوع التحويل للبيم ازاي. لازم نبدأ واحدة واحدة. لازم نبدأ الفموشات صغيرة. ما يكونش مرتبط او مزنون في وقت. لان لو مزنون في وقت هتلاقي او احنا هنسلم. طب خلاص. خش في الكاد. ارجع للكاد. لازم يكون معاك واحد مسلا بين مانجر عنده الخبرة. ممكن تكون مشكلة صغيرة جدا تفهى. وواحد خبرة مسلا ممكن الحلاف ثانية. واحنا مش عارفين الحلاف ازاي فنقعد نرف على ذن بعض يعني. يعني مسلا لو عند حطاء زياز وعايز اركب فيها باب. في ما بتركبش طب اركبها ازاي. فهي ليه حلول. ليه حلول وسهلة جدا. بس لو انت الفريق كله لسه بيبتدي هتلاقي عطا لا بسبب ان انت مش لالي حاجة دي. انما لو انت بدأ بالتمبلية مزبوط بدأ بالفاملي بتاحتك مكتبة الفاملي الموجودة جاهزة معك كزا مشروع بحيث تبص في الحاجة لو انت حاجة وقفت قدامك هتلاقي الموضوع ثلاث جدا. فالشركات بتترضد لانها دبشيك باري والشركات اللي حوالي اسم ما بدأتش في الموضوع. الافراد بيقول لك لأ انا تعلمت الكاد هو كفاية بس هو الفكرة كلها اللي ماما علي بناء بيقول بيقول كيمة كل مريم ما يحسن. فلو انت عارف الاثنين بكوة. وعنده خبر في الاثنين. الشركات اللي عايزة كايت هتقول لك تعالى. والشركات اللي عايزة بيم هتقول لك تعالى. ومرتب الواحد ممكن ندري في 1.3 لو هو شغال بيم مع اللي عادي. يعني هو لو شغال عادي مثلا مهندس هيبقى مثلا بيم انجينير. فمرتب مفروض بدلا مسلا ما كان بياخد عشر لا ياخد تلاتة واشهر مثلا. ده ده العادي صلى الله بقى ان احنا نحول الكلام لارقام. لان الناس بتبقى بتسمع ارقام. يقول لها المشروع يبقى حلو والمشروع يعني يوفر كام. شغال المقاولين بقى. فبنسبة للشركات. هل في ارقام يعني رفت مسلا عادة بيوفر كزا او ككوست او تايم. لان فعلا في بيحصل دائما ودائما اولا ان هو دا اثير كواليتي وتأثير تايم وتأثير كوست. وتأثير او тестات. انت ما تعمل لي مبنى وتعد اتصلح فيها hombres وفي الاخر تسلمو لي وانا لا تستعمل مشاكل مش هجبك تستعمل تاني كشركة. فهل في ارقام يعني الريبت مسلا او اليبت مسلا او بيوفر عادة او كزا. لا اسأل waspaceك بخطير مخطو ثانا peel and ? الأرقام يوجد كتير يعني غمة اخصفورد كتاعملة ارقام كتيرة حاول اش multi-lay & بس هي في العموم يعني لما حد يشغل بسطوب البيم وبيجرب الوقت بيوفر معه دي ما بيشغلش كالتاني بلاي ان الموضوع فعلا بدل بيضيع وقت كتير للكد ولو انت مثلا غيرت حاجة في البيم لازم تعدالها تاني في السيكشن وتاخد وقت كتير جدا هاي دي المهم اصلا ان البيم من المناسبة يعني للتاكيد بيطلعلك لوحد كاد بردو يعني فهنا تستلمش عن الاختاء يعمل ا genial يعني انت انا لعايز تدي حد مسلا لوحة هو مشتغال بيم هتدي له لوحة اتو كاد عادي خالص وهيشتغل بها كويس جدا يعني اه تماما فدي مهم المعلومة دي ناكد علي تماما بس فيند تماما بس اه يعني انا مسلا لن ببقيك ادرس اه مالجمنت انا انا بقوضي ارقام او ايه الاعصاريات يعني ان هو المشروع بيشتغل برنج من حوالي سبعين في الانية من تكلفته تيجي انه اشتغل ادارة صحة اه اه حياتي نفس الحال مع البيم لان هو البيم بيساعد في ادارة المشروع تمامه وحتى فيه البيمي بي المتوضع. منطقعة دي حاجة كبيرة. اه البيمي بي الاسدار السادس في جوز البروكيورمنت قال لك لازم تستخدم الموضوع البيم البروكيورمنت اللي هو نقدر رولت ساولات شين او ان الحاجة تيجي في معادها لو الحاجة جت قبل معادها هتضطر ان انا اخزينها ممكن الحاجة تيجي قبلها بشهرين ثلاثة فاخزينها ولو جت متأخرة فمعنى كده ان انا اعطل الشغل التاعي لحد ما ييجي معادها ممكن نقول مثلا دي سمعمتش السقف والحاجات اللي اتضطر في السقف جت ولو جت متأخرة اضمن ان حتى تيجي مظبوطة امتى لازم يكون رابطها بالبيم ورابطها بالبعد الرابع فبابعارف مسلا من اول مشروع ان انا هحتاج الحاجة دي في شهر اربعة اطلبها قبل شهرين ثلاثة اولوما انا مش عاجز الحاجة دي دلوقتي انا عايزة توصلي يوم مسلا واحد اربعة ستيجي بالزبط تتيجي تتركب لو اضطر ان انا خزينها ولا باضطر ان اوقف الشغل لحد ما الحاجة تتيجي انت لو اتخزينها هتفع تكلفة تخزين ولو ممكن كمان يبقى فيه بوست بتاعت ان حاجة بوست تتيجي التخزين بير مناسب وفيه حيات كمان بتحتاج ان هي تتيجي تركيب عطول يعني جربتها في كونستركشن دي فيه مستخزين مينفعش بقى تخزينها اصلا هي لازم تتيجي تركيبها في مكانها كمان شغلت مصنع مياه معدنية يعني يعني هتيجي يوم واحد سبعة واحد سبعة لازم بتاعتها تكون موجودة ولازم تكون خلصانة والشغل اللي فيها خلصان لان انت مش تستطيع تشتغل فيها حاجة هي كبيره مش تستطيع تشتغل حاجة في السقف مثلا وهي رجمة ولازم يكون الارض خلصانة البيز بتاعتها خلصانة موجودة والبوكسي لو انت شغل الارضيات يعني هتجي تحط وهتقفل عليها وتمشي تشتغل جنبها تمام فدي كانت مهمة نفس الوقت طبعا لو الحاجة اخرت فهي اخرتك يعني لو الحاجة اخرت عن وقتها فهي اخرتك عن مشروع ايام فممكن يكون فيه تطبع عليك وممكن يكون انت كمان تدفع ما انت المشروع لو انت خلصته النهاردة غير له خلصتش كمان شهرين في شهرين ما تدفع فيه مرتبات تاني ووبور تاني ومشاكل تاني فصح الكلام ده حبيبك طيب ده للشركة المهندس بقى انا لي احول او لي اتجه للربت او لي اتجه للبيم عمتا كابليكيشن بقى يعني احنا قولنا فيه رفكة وفيه غيره يعني بس ليه افكر بقى ان انا اروح للمجال ده قلت ان هو 1.3 الراتب السالر بتاعه على الاقل 1.3 انا اعتقد اكتر لان هو دلوقتي لسه قليليني خاصة الله بتكلمنا مثلا عن مصر فكان الناس دي اوليلة جدا والطلب بيزيد وحسب حجم المشروع وحسب حجم المشروع حسب حجم المشروع يعني مثلا رأسكم تتمحتاجها ناس كتيره جدا في مشروع المتحف فالعدد اوليل جدا فالرقم اللي انت بتطلبه اتفضل في مشاريع كده بيقولك حتى لو السوق واقف كل حاجة بس انا محتاجين حد يفهم الحاجة دي فاي رقم هو يطلبه هيفضل فعلى سبيل المثال مثلا في قطر هنا قال لك لازم المشروع تبقى معمولة باللين منجمينت ولازم عشان تقدم المشروع يكون معاك واحد في دارة اللين فاي حد يطلب حاجة ويكون معاش هذا ان هو اللين بياخد المبلغ اللي هو عايزه فالفكرة كلها حسب الحجم المشروع وحسب الاحتياج وحسب الحاجة ديه طيب ليه انا تعلمه لان ذهب يزود فرصي في الشغل يزود بتلاقي في بعض مشاريع محتاجة ان انت لازم تكون معاك المدرجات انا عن سبيل المثال مثلا المهندس بلانر مثلا هو بشغال بالصبع عادي لا طب يعرف برامبيرا كويس جدا لما يقول لهم لا انا معاك برامبيرا ونفس واركس ممكن ما يكونش شغال ريفت خالص هو كل اللي بيعمله ان هو بيفض شغل البيم ويربطه بالبرامبيرا فده حاجة المستقلة بذاتها بيش لازم يكون عارف اي برنامج برامج اللي عمل الموديل لا هو مجال بس يجربه بين الاثنين فسعره بيزيد في السوق لان قليل الاول اللي عرفها ممكن يكون المشروع بيتعامل الموديل بس مش عارفين يربطه بين الموديل وبين الجدول الزماني فده بيباليه سعر اكبر اريد حقا استوفرك معانا الاحاجات دي يعني самون او حاجة سواء الكتاب اللي حضرت قلته عليه الاول او حضرتك بيزيد ايه موضوع الـابس بوركس برضوا ان هو وربطه بالبرامي الزماني أحضرت بيزيد وبينس يجب فصيا يعني يعني اطلع этом اصلح ولغرابة الامر ان كل بيف بيفتح كلام عن اللايب اللي بعد وحن ان شاء الله اللايب الجاهي يكون مع موانيات ساحمد سعيد اه. حد متفقدي بنا في الـ Lean. تمام. طيب امتى؟ ان شاء الله هيبوني يوم التلات بإذن الله. او التلات دوت ممتاز. ان شاء الله. معلاش اقطعتك بقى. لا لا انا احاول ان شاء الله احضرهم. فالشركات تتجه للـ Lean زبا حدا كنت. او يتجه للـ BIM للـ Lean نعم متا. يتجه للـ التحديث للـ Update. تمام. لو انت لو تشغل لحد النهاردة بالـ خيط والإبرة وتعمل ممتك مثلا بالـ اللي هي القماش والملابس يعني بتخيطه الإبرة هتلاقي فيه مصالح فتحت ومسابقتك ومشيت. وانت عاد في مكانها. انت لازم تلحق. والناس بما ان دي ثقافة جيدة خل الناس بدعيتها قليلا. تمام. ان شاء الله هيكون في الاخر هيكون في فترة للأسئلة. فالعايز يسأل على زوم او عايز يسأل على الفيسبوك. وان شاء الله نجمع لأسئلة ونجاوبها مرحة. طيب يعني بس. احنا قلنا ليه اشتغل بيم وازاي. اه ازاي تبقى مهندس بيم بقى مويز. يعني انت واحد بخلص بيم. وتتعلم. ازاي تتميز في الحتة دي يعني. تشتغل في ايه او تدور على ايه او تبحث في ايه. فتتتميز في الجوزء ده. تتميز بايه ان انت تشغل اكتر بمشروع. وتحاول تحلي المشاكل بنفسك. يعني انا مسلا تشغلت بمشروع. فبجأتني مشكلة. بحاول احلها يعني مالجأش لحد غير لما اتعب. لازم ادور بنفسه على النت. لازم انامي فيه خاصية كده عند الانسان. انه هو يلاقي المعلومات ازاي. يعني انا كنت شغال في شركة. وكان من البين منجر وصحبي وحبيبي وممتاز جدا. ما كانش شغل ريفت خلص. بينما الشركة كلها شغال ريفت. او كان شغال ببرامج تانية وبعد كده كي شركة عندنا. وبدأ الشرك كلها شغال ريفت. فهو مسؤول عن ريفت. فكان عنده بس مهارة انه لما تجي مشكلة من اي قسمة معمارية او انشاية او اخر. كان يعرف دور على النت ويجيب لها حل ويقعد معاه. طب الحال دا ينفع معك طب دا ينفع معك. لحد ما يحل له المشكلة. في مهارة انه. هو شغال بيم. اه. الفكرة كلها او فهم الستاندرد فهم الكود فهم التفكير. فهم الحاجات دي كلها. بس الريفت مش تعود عليه. هو متعود على البرامج تانية. والبرامج تبقى حاجات يعني اغلب الافكار مشتركة. فكان الموضوع بالنسبة له ان هو ازاي المعمارية يتطلب منه حاجة يقدر يدور على جباله. والنشاية يتطلب منه حاجة. كهرامكاني كان يتطلب منه حاجة ممكن ما كوش سمعانها قبل كده. ويقدر ان هو ايه يدور عليها ويجيب له المعلومة ويحاول معها حد ما تنفع. الحاجة التانية انه لازم اشغال مع قريق. مفيش حد جسمها انا شغال بيمة الوحدي. وده من ضمن الغلاثات اللي في كورس بتاع الاتوازيس كريفت. ان هو بيركل من الكورس الجزئين. ويضيف جزء الاول ولم تيكي تقول له عايزة جزء تاني يقول لك لما يتمنع عدد. الجزء الاول ما بقاش فيه جزء خاص به. ازاي ان احنا شاركتين ورقة مع بعض. ازاي المعمارة والانشاية وكهرامكانيكال يتشاركوا المعلومة مع بعض. انا دوقا تعرف ان انا اعمل الجزء بتاع المعمارة. ازاي افضل الجزء بتاع الانشاية. ازاي ان انا عمل غلطة ازاي انا بقول الغلطة ضيئة. ازاي ان احنا شاركتينك مع بعض او احنا الاتنين في الملاب في واحد. ومحدش فينا اغير شغلة تانية. يعني الفكرة كلها في الموضوع دوت. ان احنا بيحط شغلنا على قلب حصالة كده اسمها الوركسيت. انا بيحط شغلي محدش يقدر يعدي فيها غير لما يبعت لنا عايز يعدي. لو انا احطت شغلي من غير حماية اي حد يحقق انه يعدي. بمعنى كان فيه مهندس كهرباء ومهندس تكيف. فمهندس كهرباء حطت اللايتنج حرة وليس مقفولة واي حد يقدر يعدي. فجي مهندس بتاع التكيف. مفروض هو يحترم اللايتنج. لا لا اللايتنج حرة فراح محرك اللايتنج وحطه في اي حتة. وراحس هو شغله هو. يعني شغل اللايتنج من مكانه وحطه مكانتين. فبتاع اللايتنج نعمل مشكلة وقال له لا الموضوع ده ما يفوش زار انا هطلع للمدير. فلما تلعني للمدير. المدير قالوا انت اللايتن الغطان احنا اسلوب الشغل بتاعنا بتفين كل واحد. وحط الشغل بتاع فرق ستة مفهولة. فانت ما مالتزمتش بقاعد بتاعتنا. فابق انت اللايتن. هي فكرة كلها ان انت تتشغل مع فريق. ازاي تعمل فمي خاصة بيك. لو انت شغلت في حاجة وحاجة قدامك. وتعود اسبوع على النت تدور عليها ده يضيع عليك وقتا. انما ممكن تشوف اقرب شكل لها. وتفوت فيها وتعدل فيها وتوصل للي انت عادي. فعشان تبقى كواس في الحاجة. النت تعمل مشكلة كثيرة. حتى لو انا اول ما بدأت شغل كان بيتتلب من الشغل كد. انا روح عامله بيم ويرروح مسايفولون كد. ودولهم والله هو الشغل بتاع. كان بيوفر على الوقت هاتف جدا ان انا مثل في حسابة معاينة هو بعمل هالي فيه حاجة كثيرة جدا. بتوفر معايا وقت. بدلا ما عدرس نخطه بعد كده اخد افست وبعد كده اعمل. انا برسل من الحيطة كلها مرة واحدة وتطلب معاك السري دي. وكنت بعمل له كل اللي اريده وضيف له بحثين ثلاثة السري دي. تمام بقول له ده دي من اليك. لو عايز بتشغل شغل بيم وعايز حاجة دي تاني. تزوّد لي الفلوس لحتي. فلأ فرق معايا كتر جدا وفر الوقت تطلع علي شغل الموصول فيه. ما بقاش يجي كومنت يقول لا. سكشن غير البلان ده خلاص. وموضوع ان احنا كنا حالي كلاشات في الاسلوب التقليدي كان مرهج جدا. كنت ممكن نعود احل المكان معين. وراح مكان تاني. فوانا بحل في المكان التاني عدلت حاجة. اصرت على المكان الاولاني. وانا مش هرجع على المكان الاولان ده عملنا تشك. انما في الربط لا ممكن اقول له عمل لي تشك. يبدأ يجيب لي كل الاخطاء في المشروع مرة واحدة. لا فرق كبير جدا يعني. اصبع هي دي ميزة رهيبة في الربط وفي البرامج دي. ان هي حتة التعديلية فيها مرة واحدة. يعني يمكن احنا بتكلم الناس على البام ومتكلم الناس على الربط. بس يعني ممكن لو ما معرفوهوش كبرنامج. وفي شوية مزايا غير ممكن الناس تبع عندها ان هو بس حاجات 3D. لو 3D بس ليت. يعني ايه يعني انت مثلا الشقة بتاعتك. قررت والله هاتك باب ده من هنا الهنا. انت لو انت عملت ده في الكاد. هتمشي على كل اللوح وكل اللوح وكل تجيب الباب ده من هنا الهنا. وتغير المعيسات وتغير كل حاجة. وممكن تنسى حاجة. وممكن وانت شغال يفوتك ان كان في حد حط مسلا باحد كرارة في الحتة دي. فانت كده حطت الباب مكانها. كل الكلام ده مش موجود في الربط. مش موجود في البرنامج زي ريفت لانه. هو فعله عن الاتوكاد ان هو برنامج بيفكر او فاهم انت بتقول له ايه. هو فاهم ان ده باب. وفاهم ان دي حيطة وفاهم ان دي ارضية وفاهم ويندو وفاهم كل حاجة. فانت بتقول له حرك دي من هنا من هنا هنا اوكي هنحركها. بس انت فاهم ان انت عندك هنا. وانا اه ضقت معدي في الحتة دي ازاي هتحرك دي هنا. اوكي. هيتكلم معك. البرنامج ريفت برنامج فاهم اللي بداخل له. ودي ميزة كبيرة فيه. فاهم وانك بتتعدل التعديلها مرة واحدة. بيحصلش بقى حتة هو بيتموها في المانجمنت الكونفجراشن بتتعمل تعديلة في حتة وبقى الاقصام ما عارفتش فالتعديلة الناس شغالة في النوبة بحاجة والناس بتاعت الميكانيكا بحاجة والليكتريكا بحاجة فيحصل في الاخر اللي هو المثال الشهيد بتاع القطر اللي هو طريق كده طريق كده ويجوم في الاخر من الصح ومن الغلط يعني السكة بتاعت القطر من اللي كانوا شغالين التيمي للشغال من ناحية دي وصل لنا وفي الاخر القطر تلع كده فمين اللي غلط ما بيحصلش الكلام اللي بقى في ريبت لانه طول الوقت قاري الموديل كله مع بعض اول مشكلة دي حصلت فعلا بين انجلترا وفرنسا كانوا بيعملوا زي نفق بين الاتنين والاتنين مشركبين مع بعض خالص فعادوا يدرسوا الموضوع شافوا وقفوا الشغل مين اللي غلطان فيه فاتشفوا ان اللي غلطان كان فاتشفوا انجلترا كان فيها اللي غلطان في المشروع دوت يا طيب الكصة حقيقية لا لا يا كصة حقيقية فعلا فعلا لان فرنسا كان عندنا خبرة في موضوع الانفاية دوت ايام الحرب الانفاية التانية والأيام هتلر كان هم عندهم دقة اكتر من انجلترا فانجلترا تحملت بقى تكليف التعديل اللي حصل اعدي اللي بقى تمام جدا طيب اخيرا وبعدك ان شاء الله فيها اسئلة مجالات بقى للعمل الحر بتخصص بين بما انها هي اسمها وطمع ان الظروف الحالية خالدت الناس وازم تلجأ برضو الحيطة العمل الحر في كل مجالاتها فهل فيها طلب وهل مقافة دي اساسا تنفع مع العمل الحر ولا هي لازم تكون كيانات ولازم تكون ناس في الشركة انا بسألك وانت اقول اه لا انا بسألك انا بسألك انا بسألك طيب بسسد الفضل هو اولا فيه منصة انجونيرنج منصة ممتازة جدا بتقدر تشترك فيها وتقدر معاش حالة تسمعنا او لا طيب طيب بسسد الفضل هي الفكرة كلها انا عرف مهندس انت قابلته لما قابلنا بدون زكرا سامي كان بيدخل على المواقع ديت اللي هي بتاعت الفريلانسر ويقول له انا ممكن اعمل لك جوباية مثلا الترجمة العربي او الترجمة الانجليزي بس كانت ساعة بسيط جدا يعني ممكن يفضله مثلا 20 جنيه في الساعة 30 جنيه في الساعة فانا قلت له لا بلاش الترجمة للحاجة القليل اللي عرفها فيبقى فلوسها افضل فلو فيه طبعا المواقع دي بيبقى شغل هندسي كتير جدا وبيبقى حاجات متخصصة ممكن يقول لك مثلا عمل لي فيلا ممكن يقول لك عمل لي مثلا رندر للحاجة عمل لي حاجات ديات فلما يكون مثلا بحط الحاجات دي موجودة فيه ممكن مثلا ايه مئة واحد بيقول له انا ممكن اعملها لك وفي واحد بيقول له ممكن اعملها بجميع وممكن واحد اقول له بمية انما في لما تطلب حاجات البيم بتلاقي المنافسة قلت فده بيخليك تفرض السعر بتاعك لما يكون حاجة نادرة جدا في البيم بتلاقي الفوص اللي انت بتطلبها افضل يعني فيه بعض المجالات وهقولك بقى افضل حاجات ممكن تدخل فيها مثلا في موضوع العمل القرر دوت يعني كل ناس كتيرة تقدر دوات تعمل شغل البيم بس قليل يقدر يعمل شغل البرامافيرا بتاع البيم او اللي هو البعض الرابع او موضوع النفس فيه موضوع بقى اكتر من كده موضوع الكلاود الكلاود اللي هو ايه انه عنده بوينت كلاود عنده ريزر سكان مش في المبنى فعنده البوينت كلاود عايز يحاول البوينت كلاود ده لمود البيم فده فلوس حلوة جدا فلوس حلوة يعني لو انت هتعمل الفيلة بتاعت الريفت مثلا بمية مية جنيه لأ ممكن تعملها مثلا بكتين جنيه وتاخد وقت اقال بس ايه الفكرة ان قليل اللي اعرف الجزئية ديجا تمام وحاكونا شرحين على بم اريبيا ازاي تاخد تحوله لشغل البم او تديلو الموضوع اللي هو عايزه فهي او بوينت كلاود يعني ايه يعني عشان بس الليزر سكان هو عبارة عن زي قامرة صغيرة كده بتحطها في قلب المكان وتلفل فتروح محاولة كل شغل اللي موجود اللي حقيقي المكان اللي هموجود فيه بيروح محاوله لنقط كترة جدا فتستخفك ان المبنى ده موجود تمام بس انا بحاجة ان انا احوله لنقط نعم طرف على المبنى طرف على المبنى طرف على المبنى بس بدل بدل ما اجيب واحد بدل ما اجيب واحد بدل ما اجيب واحد بيس بالمتر بيبقى الموضوع اوتوماتيك فبياخد وقت اقل وبياخد وقت بشكل اقوى تمام وبيطلع بدلتها اقل من من المليمتر وده بيبقى موضوع جدا بذلك في الاماكن الاثرية في اماكن مثلا مبنى مثلا اثري بتحتاج الانتخف كل التفاصيل اللي فيه كل النوش اللي فيه او مبنى تعمل فانت عايز تأكد الموديل اللي موجود او الشغل الكاد اللي موجود هالمطابق اللي الواقع او لا فتعمل اثبت فبدل ما تخلي حد ايس دا بتعمل الليزرس كان دوت وهكذا تاخد الشغل ده تبدأ تتقارنه بالموديل وتطلع الموديل حقيقي على اساس الناس الشغل في موضوع فبيفرق كتير جدا فلو انت اخترت الحاجة اللي ندرة الولاي الاول اللي اعرفها هتبدأ تطلق بسعر كويس يعني ليه خلي الساعة تحتك بعشرة جنيه بينما ممكن تخليها مثلا بألف جنيه لو انت متخصصت حاجة معينة صحي جدا قبل كده معنا مسلوعة كان عن كان عن طواحين يعني ديزاين لطواحين هوى مش عالف فين كده واللي قدمه كان وليل جدا فكان براحته بقى يعني بعمل حاجة بعيدة ففعلا حيث ان انت تدور دائما انت تخرج بالموديل نفسه يمكن دي تسمية الحلقة هي تسمية السلسلة دي انت ازاي تشتغل خارج السندوق يعني انت متخصرش نفسك انا طبعا الظروف كلها مش الافضل والدنيا مش واضحة تماما فازاي انت تتعدد خياراتك فمتبقاش ومتبقاش دايما فيه ناس معتمدين على العمل حر ده تماما يعني هو معتمد تماما بالشغال في شغالة مستقلة ويتطلعه داخل كويس ويتعمل مع ناس كتيرة من اوروبا وامريكا المهم بس ان الواحد يلتزم بالمعاد بتاعه ويتطلع على الحاجة اللي العامل عايزها يعني اقعد مع العامل اللي فهم انه وعايزه بالزبط وادهاله حيث ان هو يديك تقيم كويس وده ساعة لك ان انت سافت شغال كتير بعد كده كي ناس بتقول لك انا اقور شغال ناخده بمبلغ هلائي بمكتش مشكلة بس المهم ان انا انا اقفت تقيم كويس حد ما انا ستدى ايه اه تعرف في المجال البريلانسر صحي حانس مهند مهندس عمر هو اللي تتكلم يعني في engineering.com هو موقع متخاص في العام الحري المهندسين صاحب مشروع لو انت عندك تقسميم عايز برنامج زمني عايز ريبت عايز موديلينج عايز تخش تقول لولله انا عندي مشروع الفلاني محتاج مهندسي عم يقولي موقع عليه حوالي اربعة تلاف مهندس كل تخصصات بيبتود ان الناس تخش جيلها ايميل وانت في مشروع جيدة تخصصك ويبتود الناس يدخلوا ويعملوا يقولوا ارض سعر على المشروع وصاحب المشروع بيبتدي يختار العيدة ينفذوا وينفذ منهم حسب السعر المقدم والمودة اللي هتنافس فيها وبعد ما يختار بيبتدي يتنفذ المشروع زي المطلب في الاخر بعد تنفذ المشروع واستلامه من المالك اللي يتملوس اقتما المشروع بيتحول لصاحب المشروع وكمان ان صاحب المشروع بيعمل تقييم للمهندس ازاي كان موجود معا او ازاي يشتغل معا كان من حيث التكليفة من حيث الجودة من حيث التكلفة من حيث كل حاجة يبتدي يقايمه فهي دي سببت موقع امدينية جود كوم للفيلانس او العمل الحري فيه شركات فيه شركات كتيرا معتمة تتبايا من العمل الحر يعني فيه شركة تركيا واحدة زي عمارة كاملة وبيبدأ يدور على العمل الحري في المواقع دي ويبدأ ياخد الشغلانة وبالذات البنة البنة ما ينفعش واحد ياخد يعني شغلانة الواحدة واحد معمارة واحدة شوحة كهربوكانيكا ويتعاونوا مع بعض ففيه رأس ما الحلو في الموضوع دوت وناس كتيرا مفروض بدأت تتاجه بيه وزيد في الفترة ديت لو فيه مشكلة في البلد لا ممكن تاخد شغل من بره البلد ويبقى ماشي زي الفول ان شاء الله صحيح الله مستعد احنا كده خلصنا في اي اسئلة ننزلها لنا هنبتدي نشوف الاسئلة في حد كان يقول مهندس يقول انا اسف المواطعة انا اعاوز ادرس موضوع البيم عاوز مكان يقدر يديني البيم انا مهندس ميكانيكا ما هو افضل حاجتين فيه منهج البيم او فكرة البيم وفيه البرنامج اللي انت هتبع المنهج البيم يعني موجود على قناة بيم عربية منهج كامل انا كنت اخدت الكورسات في التفازة جامعة في بريطانيا انا بريطانيا جدا اه فشرحنا الفيديوهات بالتفصيل تقريبا من خمس تلاف فيديو وشرحنا برضو الريفت ولو انت عايز تروح مركز في مركزرة جدا حاولت اتأكد انها معتمدة بس من الشركة نفسها يعني لو بتكلم على تو ديسك تكون معتمدة عن تو ديسك يعني اسأل على المحاضر كويس انا شو سمى مفاضل حاجة ان انا قبل ما اروح اخد الكورس يعني مثلا انا راح للمشهود محمد هاخد عندي كورس مثلا برامافيرا انا معرف حاليا عن برامافيرا قبل ما بروح بحاول اعرف عنها الشرح من على الفيديوهات من على اليوتيوب بحاول اقرأ عنها بحيس لما اروح يبقى عندي اسئلة احاول اطبق في البيت واشوف المشاكل بحيس ابقى رايح بازلت جهت فوجهتني مشاكل فابدأ افكر معا في المشاكل انما انا اروح بالاصوبة العادية انما انتظر ان هو يديني المعلقة اوي اتقلني الحاجة على ما كورسي يخلص اكون انا بلسه ما بداتش طبقت فوجهتنيش مشاكل فممكن هو يدى يحاول يطبق ويحاول بعد كده يروح كورس يتطبق او يشغل مع حد كويس البيم لازم تشغل مع فريق احساس تاخد الفعيدة القوية شوف واحد صاحبك مثلا في البيت الاقسام وتشغله مع بعض في مشروع فغير ده هيديك خبرة كويسة والمراكز دور على مركز يكون معظم المنظمة واحد بيشتغل واحد بيشتغل بحيس ان انت بتعملوا مع بعض الموديل الكامل بتاخد الافادة الكاملة لان انت عشان تعمل اولا ميكانيكا انت محتاج تبني على موديل قائم طبعا وعشان تعمل كده برضو محتاج ان انت ويها دي يمكن اهم نقطة في موضوع البيم حتة الكونفليكت فانت لازم تشوف حاجة هتكونفليكت معها عشان انت تدل تعلم الحتة دي انت تعرف ازاي في المشكلة وازاي هتحلوها ببه انا شغال بلانينج طبعا بستخدم بلمافيرا طبعا بطريقة ازاي اعرف اشتغل من خلال البيم وهل في برامج تانية يعني والمهندس قالها دلوقتي بالنفس وورك اول نفس وورك اشهرهم في سينكرو وفي اي تي دابليو في برامج ترى جدا هو الاشهر ولا هتلاقي له الشرح بتاعه موجود النفس ووركس والانت شغال بلانينج هتلاقي السينكرو قوي جدا اقوى من نفس ووركس في البعض الربعي في الفوردين وبيضيك بعض الامكانات الخاصة بالإدارة اكتر من نفس ووركس تماما بس طيب هل في شركات معينة دلوقتي معروف انها بتشتغل بم فالناس تسع عليها بوس انا مش عايزة تذكر اسامي تمام بس يعني بدون ذكر اسامي يعني عندك الميال العرب عندك قراسكم عندك زوير فيز ده عندك دار الهندسة الديارة السعودية في شغالك كثيرة جدا تشغالك السوق وانت عشان تتأكد من الحاجة دي منتشرة ولا مش منتشرة تفش عن ال Link and i ويعمل ساشر عليها في الوظائف يعني مثلا ايه يا انا سمعت ان فيه برنامج اسم مثلا X Planner ده بالنس بيقول عليه قوي وبيقول عليه حلوة بتاع طيب انا عايز بأكد من المعلومة ديت بدخل على ال Link and i واشوف الوظائف بيرنامجين يقول اللي كنت أقوى من بعض وانا مش عادف انت أقوى فده انا عملتال فعلا فكنت بدخل على ال Link and i وعمل ساشر بشوف كم شركة طلبة الريفت وكم شركة طلبة الاركي كاد خلاص لو لقيت الاركي كاد اكتر هروح الاركي كاد لو لقيت الريفت اكتر هروح ده من ادوات التقييم يعني ان انت تشوف على اي طلب في الصور اللي لا ممكن مثلا انا دلوقتي ايه ما فيش حاجة تانية اتعلمها جديد في المجال بتاعي بدخل العلان كده انه وابده اشوف الطلبات الوظيف مركزة على ايه ممكن دلوقتي ايه مثلا درنامج جنزل جديد بيقول ان هو اقوى من الريفت مثلا بابقى ما شوفه ايه المشكلة الريفت ده مش اخواص تغير مش ابدأ اللازم تيه لو في حاجة افضل هروح لها بابدأ ادخل واشوف الوظيف اللي مطلوبة بدلوقتي ايه البرامج اللي بيشتغل هناك هلو ما بيشتغل الريفت ولا اقوى فبادخل يعني اصبح المانيا الشركات اللي انك طلبة ايه اعرف البرامج ده فبدا اتعلمها وكذا فاللينك دي انه بيدلني البصلة راح فين الفترة ديت او الناس عايز ايه عايز بسرعة مستوى يعني ان هو ازاي تتروح للوظيفه انا لي اتتدي على اي وظيفه عم تانيان نعم ايه الله ينوب طيب ايهه ايه ازاي نبدأ برضو صاحب ايه ازاي هزاي ازاي ابدأ ازاسا انا عشفت للمجال دوت ايه مسلا انا شغال تلانر او انا شغال ايه انا شغال ايه او انا شغال صويت واعايز يعني ايه بقى البداية طيب احنا كنا عملنا بعض الفيديوهات خاصة بالتعريف البيم والتفصيل يعني كان اسمها ايه على اساس البيم عربية كان اسمها Just Bem It ايه كان كلام عادي خالص ممكن تسمعه كله مغير ما تفتح اي برنامج من الكلام درداشة كده ايه هو البيم و ايه فوديته ممكن انا عملت الموديل استفاد منه مثلا بالكلاشات وممكن استفاد منه بالحصر وممكن استفاد منه حكترة جدا وشكلت في حاجة كتيرة ان انا استفادت اخرى خلاص عملت الموديل وعندي الممنى ده واتفقد استفاد منه حكترة اول طيب بنشوف ايه عشرين حاجة ممكن استفادة منهم مغير ما تاخد لوقت ولا جهد ولا حق خالص لان الموديل موجود معي اه درده مني فهو سيسيارت على جهازت بمئتها يلاقي بعض الاشئلة ولو ايه حد عنده مشاكل يتكلم معي ونبدأ ندردش فيها ان شاء الله ونشوف الخطو الجاية لو بلانر خش على نفس وركس لو موانس معمالة ونشاية وكار ميكانيكال بدل ما تستخدم الكاد هتستخدم الريفت لانه ده المطلوب في السوق اكتر اشتركو ؟ ايه طيب ايه طيب انا مسلا أنا لسه خريق وابامي بقى تورق يعمل بسايت بم اروح لي انت تركوميندي طيب بصدر فارج استخدم البام مش منافس للسايت ولا للدزايت انت قبلك تنفس بين الدزايل والبيم هو اداية تنفع مكفي الاثنين هذا هو الأكثر وقل لا يوجد أن يكون شيئاً نفسي لا يوجد أن يكون هناك سليم إدارة مثل إدارة سمولين ودائر وبيم لا، البيم هو علم خادم علم خادم يعني سيدفيدك في أي مجال أنت أريد ويوجد نفس هذه الأشياء هناك من يحب أن تشارك في موضوع البيتراض هناك من يحب أن تشارك في مكتب الفني هناك من يحب أن تنزل مثلاً هنا فترة أسبوع كتدريب مثلاً أن تبدأ تشاهده أنت مسترح ليه؟ أنا مثلاً مسترح للدزاير يحب أن تشارك في الموقع ويحب أن تشارك في الموقع أنا حالياً أشارك في الموقع لكن كان راح أكثر التصميم وأن أنت تتصمم الحاجة من أولها والحاجاتي كلها فكل واحد حسن ما هو يحب لكن أنا أفضل أن تنزل الأول الموقع وتشارك في الموقع وتشارك في عينيك وتتأخذ صبر أكثر قبل أن تتجه لموضوع المكتب بحيث أن أنت ممكن تكون تتصمم وأنت مش متخيل شكل الحاجة عملت كذلك تفرق كثيرًا لما تنزل الصيط ويحب أن تنزل الصيط ويعني عشت الصيط حلوة يعني ما شاء الله المسترح لي نعم نظرة عامة فعلاً لا يمكن أن أقول لكل الناس تذهب صيط أو كل الناس تذهب مكتب وهو يبدأ ينزل ده وينزل ده يتضارب في شهر وده شهر مثلاً ويشوف هو مسترح ليه وهيستفاد يعني شهر اللي يتضاربه هنا بشيب أخصر ليه هيستفاد بكثير جدًا في المكان التالي يختار آآ في سؤال له تريباً يعني سؤال مكرر برضو انا هشتغل بالنابس ووربس هل لازم يكون باشتغل ريبت؟ لا مش لازم مش لازم ده ممكن شركة يكون في حد بيعمل الريبت وانت بتشغل على نفس ووربس بطربة بين الريبت وبين البرماغيرو ما فيش اي مشكلة خالص ان انت ده يعني انا لو حاول اتعلم حتى النابس ووربس يعني بسا انا احتاج الموديل اللي اتعلم فيه صح؟ انت محتاج الموديل اللي اتعلم فيه بس ممكن حد تاني بيعمله لك يعني هو فيه قسم بيعمل الموديل وقسم تاني بيتشغل في الفوردي انا عرف صديق ليه في الامارات كل شغله بيأخذ شغل الموديل ويبدأ يربط بينه وبين البرماغيرو ما بيفتحش برماغيرو خالص تمام؟ يعني كل علاقته انه يربط بين الاتنين وده خصصه وبيعمله بشكل كوي جدًا وكل شوية بيبدأ يعمل تطوير وفي المناسبة للتطوير ديت باللغة في حاجة جميلة جدًا انت حدوك تعمل في البرماغيرو تعمل البرماغيرو تعمل البرماغيرو وتعمل الاكشوال هو دراتي قولك الاكشوال دوت هتعمل تلقائي من خلال موديل بيم العكس بقى يعني هعمل ايه؟ هتعمل الطيارة اللي هي الكرين ديت الدرون الصغيرة ديت الدرون الصغيرة وهتعمشي وهتبدأ تسجل اللي بيحصل من غير ايه يتدخل مني وتأخذ المعلومات دي وتعلم في قلب الموديل ان الحاجة ديت عملت النهاردة ويروح اكسه على البرماغيرو يقول له خلي بالك ان الحاجات ديت عملت النهاردة فاوتوماتيك هو يبقى يطور او يعدل او يبقى تأبديتد على وده فعلا كمشروع موجود في الامراض اعرف الدكتور اللي عامل المشروع ده او بيركب بتاعات امارات مراقبة حساسة جدًا ويتعرف على الحاجة اللي هتتبني يعني لما يتبني عمودي بيعرف ان العمود ده موجود في المكان الفلاني فيعمل قضيت في الجدول ده فده دي حاجات تشغلين كده بقى. الكلام عالي اوي انت تحس ان انا متكلمين على نشور الجيوغرافيك او حاجة. لا موجود موجود في المشروع بقى له سنتين تشغلين فيه. ما شاء الله مجال رائع بصراحة يعني انا استفدت جدًا في المعوضة واستفدت اكتر يعني زي ما قلت حدك انا كنت شروفت بان انا كنت من تلاميذك شروفت سيدنا الله كرام سيدنا لا لا حقيقي يعني وساعاتي تاني انا اخذ الكورس وتعزمنا على بيزة بقى في اخر ال انا اتعلمتها منك على سكر اتعلمتك على الكورس اجيب هدية او اجيب اجيب بقى تورتة اتكبت اجيبتنا ساعاتها بيزة اه اخذ لتعلمتها منك حقيقي ربنا يجعله في نزال حزاناتك واحنا شاكرين جدًا جدًا انا اتعلمتك معاك ان شاء الله كل البرامج واللينكات التي تتكلم عليها هتكون موجودة لو اي حد داعش بيزة حزاناتك ان شاء الله مهندس عمر سليم اي حد محتاج اي حاجة هو يتواصل معه وحد معطاق جدًا بصورة مش طبيعية ومشاء الله ربنا انا ايجعله في نزال حزاناته وبيما ربيا كمان تابعوها هي عليها كنوز حقيق ينزل في كل مجالات هندازة حتى واكبر محاضرة بتاع حضيرتك ان شاء الله اللي تبعه دوت ان شاء الله اه انا هكون عندهم انا هضيف عليهم بقى ان شاء الله هرد الزيارة يوم الحد ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله هتكون محاضرة عن العمل الحر برضو شكرا هرد الزيارة هرد الزيارة هرد الزيارة هرد الزيارة سلام عليكم هرد الزيارة هرد الزيارة